السلام عليكم ورجعنا لكم في حلقة جديدة وانطباعات نوتو خلونا نبدأ حلقة 478 اللي شفناها كانت حلقة قوية جدا مع أن في ناس انصدمت من البهود اللي جاء في الحلقة فلازم نذكركم بشغلة مهمة كيشيموتو فيلسوف عنده فلسفة وما أقول فيلسوف من بابنية تاريك لا هو فعلا عنده فلسفة وقعد يطحها في الأنيمي فكلنا من بداية الأنيمي إلى هالحلقة وما ناديش قصة ساسكي أنا من الناس اللي حاقدين على ساسكي أنا كل حلقة وأضرب في ساسكي أجلد فيه من الحقد عليه وعلى تصرفات لأنه لم يفهم منطقة فمهما كان اللي بيصير نوتو بيغير ساسكي أو ما وحي يغير ساسكي لازم الحين نفهم شي اللي كان يمر فيه ساسكي شفنا الصورة من جهة ثانية تماما أنا كنت متعاطف مع نوتو لأن أنا قاعد أشوف شي قاعد يصير مع نوتو قاعد أشوف شي سوى نوتو قاعد أشوف النجاح اللي حقيقه نوتو ساسكي ما شاف الشي هذا ساسكي استسلم بسرعة ونجرف مع الطريق المظلم بسرعة وما تقبل أخوه مثلما تقبل نوتو نوتو لأنه يمثل الأشرة اللي هو تعاون الكل في فرد واحد أن الفرد هو عبارة عن إرادة الكل وأن إرادة الكل تعتمد على الفرد الواحد يعني الواحد للجميع والجميع للواحد فلسفة طريحت في قصة الفرسادة الثلاثة وفي قصة وفي قصص كثيرة أيضا فنوتو قاعد يمثله وقاعد ينجح فيها بس ساسكي مشى في دربة نوتو شافش الضياع اللي ما شفيه ساسكي بس ساسكي ما شافش النجاح اللي ما شفيه نوتو فرجعوا إلى وهم صغار قاعدين يشرحون طبعا قبل لا أشرح لكم الفلسفة باقي داخلي شيء أبي أطلع في شيء أبي أفجر لازم أقوله ما أقدر ساسكي في الذكريات لما قلت أنا ونتم بذن القرية وعانينا وعشنا هنا أقولك ستوب 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 يا ساسكي شنو أنا ونتم بذن القرية؟ يا أخي رجع من الحلقة الأولى يمكن أنا ما شفت حادل بس رجعت من الحلقة الأولى ساسكي ساسكي العبقري عبقري المدرسة البنات من الصغار كلنا نخلق عليك المدرسة يعطوك وجه المدرسين يعطوك وجه الكلمة يعطيك وجه وصاسكي وصاسكي الناجي من اليوتشها ضحية اليوتشها صاسكي 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 ووين صاسكي الكل يدور ما رحت تطر المدربين زي ما سوا نارتو فطررت مع المدربين ما رحت عانية المعاناة لعناها نارتو وقل نبدينك القرية اذا انت هذا كله نبذينك القرية اجل نردته اشتاوه فيه اذا انت تعتبر اللي صارك هذا انه منبذوك وتقامل نفسك بنردته والله كساد خاطري اذا اللي صار معاك هذا نبذ اجل نردته اشتاوه فيه اشتابه انت ناط يا اخو يطلع خلاص توني بمدحك اطلع من السالفة على الطول انت اللي نبذينك القرية انت منبذوك القرية انت عندك هدف صريح والحين ليش انا ثورت في ساسكي لان خلاص هذا الحين عقد هدنة والسلام ابدي بيني وبين ساسكي لاني بعدين فهمتش السالفة بس لقلن بذوك القرية الله يرحم لقلن بذوك القرية طيب بتقبل فلسفتك بس لقلن بذوك القرية ساسكي ونردته اللي عاشوه هذي شيء مأساوي لازم اشرحه دائما اذا تبتدمر مجتمع از سوي ثلاث اشياء فيه مجرد ما تسوي ثلاث اشياء فيه خلاص تقدر الدمها تنهي دمر كل قيمة واعمتة الاول ازع فيه الحروب واكثر من ايتام وضحايا الحروب ايتام وضحايا الحروب صعب تتفاهم معهم وتنقشهم لان اللي مروا فيه يفوق تصورك يفوق معتقداتك يفوق فلسفتك لازم توصل الى مرحلة قوية جدا في الاقناع عشان تقدر تفاهموية الشغلة الثانية عشان تدمر مجتمع لازم تدمر الصور التعليمية فيه مثل ما صار مع ساسكي و ايتاتشي اللي كان في البداية يعتبر الايدون اللي هو القدوة المعلم اللي هو معلم مدرسة اللي هو القدوات اذا دمرت القدوات انتهى الموضوع ومن بين القدوات منه المعلمين الشغلة الثالثة التفكك الاسري اقضي على الاباء اترك الاطفال لحالهم اقضي على الاطفال اترك الاباء حايرين مبعرفين كيف ينتقمون وكل واحد يبي ينتقم ثورة الانتقام تيجي من ضحايا الحروب وقتل القدوات وتفكك الاسري الكاتب زراحة كلها في نرتو وجاب لك اثنين لو تشوفون كل الابطال اللي ما رين عليهم وما عليهم نرتو كلهم ان فيهم نقطة واحدة انهم ضحايا حروب او شخص ضربت قدوته او شخص تفككت اسرته وفي اليابان لما تقول لك تفكك اسري مش الابو والام والاخت والاخو لا حتى الاصدقاء الرفقاء الناكما الانيكيز السمبايز الكوهايز كلهم ديلي لما تضربهم تزرع الحقد مثل مكهبته مثلا فعندنا الحين مثالين نرتو وقدر يصبح كل شيء ليش لانه وصل الى فلسفة صحيحة وما في هذا كله فهو يعفي كلمك شلون وكيف يقنعك مستحيل حد يقنعك زي نارتو الكلمة انا اقدر اقول لك حافظ على السلام بقولي انت تدارك ولم يجيك نارتو يقول لك حافظ على السلام رح تقتن عليه لانه هذا مرفي اسوء مما مريت ان فيه فاساسكي لقى على طريقة خاصة للتخلص من الالم دائما ذكر الحزن هي اكبر الممكن يصيب الانسان لما تذكر الحزن يا الله لما تذكر موقف حين ستتمشي لحالك تذكر موقف في نفسك ما تبي تذكر تبي تنسى تبي تنسى فاساسكي لقى الحل للألم هذا انه يقطع كل شيء يقطع كل شيء وينعزل على نفسه ويوجه نظرته للانتقام في البداية كان ايتاتشي ومن ثم الناس اللي اخدعوا ايتاتشي ومن ثم الناس اللي فوق ولي فوق ولي فوق لينوصل حتى الى الجيوبي وهنك لو نقاتل الجيوبي كان قتل نفسه في الاخير ما بنتقم خاص ما هو بعارف ليش لانه تاخد طريقة الغلط قطع نفسه بينما انا اردته اختار انه يخلي الناس تعترف فيه انه يخلي الناس تلتم حوله ينسونه وحدته فبدأ بالبداية يسوي حركات غبية صحيح ان الناس قالت عنا غبي وكانت الضربة لكن في الاخير شابها ساسكي كانوا حوله فانا ساسكي يقول انت ذكرتني بالعائلة ساسكي قاعد ينسى العائلة قلص الالم اللي انا فيואfect انقطعت عائلتي الالم اللي انا فيها 새 انضربت قدوتي اخوي قدوتي قتل عائلتي ضربتين والالم اللي انا فيه فى كان بسبب الحربГ shout Ahh احيانا نفسر الحب علانهيا وهذا اللي حصل واذا صحص ساسكي حسد ناردته كيف انت قادر كيف انت قادر تعايش نفس حياتي كيف انت قادر انت منبوذ زي كيف انت قادر تجمعهم حولك كيف انت قادر تنسى هذا كله كيف انت قادر تنسى اللي يسووه فيك امتعاض لكن بسبب الكواهية زي ما نقول احنا حسد غبطة فتوجه في الطريق الخطأ و الى الحين بعد ما اكتشف ان اخوه مبهو السبب و ان القرية كانت ضحية حرب و ان التضحية باهله كان شر لا بد منه و انه و انه و انه شاف انه برضو ما تخلص من العلم اللي هو فيه ليش لانه مبعارف الطريق الصحيح راح طريق اندره مح في طريق اشرة مح ان الواحد لازم يندمج مع الكل مح ان الحل للألم انك تندمج مع الكل كاثر الخبيث بالطيب كلمة قالوها حكماءنا المسلمين كثيرا جميلة كاثر الخبيث بالطيب عندك شي خبيث مبعا تتخلص منه لا تخليه يذيك زود عليه من الطيب زود عليه زود عليه عندما يكون عندك مورية مالح وتبي تحليها و ما تبي تترميها زود عليه مورية عذبة مورية عذبة مورية عذبة الى الدرجة ان الملح هذا يضيع و يكون ولا لنا شيء ساسكي راح لا اني برمي كل شيء معناها الخسارة نردته لا ما راح ارمي شيء راح اخذ بمبدأ التعويض والتعاون فهذه الفلسفه اللي كان يبي شرحها لنا الكاتب في الحلقة هذا الفلسفه لاتقبل كل تصرفات ساسكي تساعد الاخرين فتنسى نفسك انسى ذاتك انسى كلمة انا 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 انساها لي انساها ساسكي لو تجع من اول الديمه هو يقول انا 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 انسا الانا هذه الفلسفة اللي كان الكاتب يوصلها نجي الحين الشغلة مهمة جدا ساسكي شاف الماضي حق ناروتو شاف ناروتو شنون ماروتو طبعا هذي كل قالينها ما جات في المانجيا وشي جميل صراحي صراحي كنا فيديو كليب تحفيزي لكن كيف قدر يشوفها هل ناروتو سمح له هل لأنهم كانوا في محلة انتقالية اختلطة الذكريات أو نظريتي أنا أن الغراب اللي خلا إيتاتشي داخل ناروتو وقال له بيساعدك لما تحتاجه في مواجهة ساسكي أو مواجهة أي قوة شهرينغان هو فعلا ساعده لكنه ما قال لي مرة واحدة هل هذا الغراب اللي داخل ناروتو من إيتاتشي هو أعتقد أن شاكرا إيتاتشي هو تجزيد لشاكرا إيتاتشي خرج أو ما خرج زي ما صار مع أبوه لابدنا له مهام ثانية شا اللي يمأكد لي النظرية إنه لما شاف ساسكي ذكريات ناروتو إليه نوصل للنقاش ناروتو مع إيتاتشي وقال إيتاتشي كلمة ثبتت لي فعلا أنه هوكاقا غير متوج للقرية قال له أنت بتصير هوكاقا عشان الناس تعترف فيك خطأ إذا اعتفت فيك الناس سأعترف هوكاقا يعني لا تأخذ الطريق السهل والله يريد الناس تعترفيني اشأسوي أصيه هوكاقا أوكي خلنا أسوي أي شيء أي زي ما سوى دانزو يعني أي جريمة أي مشكلة أصيه هوكاقا الناس ستحترم لي إلي تزوج أمي أقول له يا عمي مثل لازم أطبقى على الشعب قال إيتاتشي خطأ ما راح تصير هوكاقا يا شيخ مبتا أهزم كوكيا أهزم الكواكب كلها أهزم العالم كلها سوى اللي ما حتسواه لكن إذا الناس ما اعترفت فيك لا تعتبر هوكاقا هنا رسالة موجهة أساسا لصاسكي أنت بتهب من الألم تقطع كل شيء وتسوي عالمك وتصير أنت الظلام عشان الناس تخاف منك كذا تعترف فيك كذا الناس ستعترف فيه صحيح أنها خايفة منها راح يتحدون لكنهم معترفين فينا شيء معترفين فينا الشرع على الأقل معترفين فيه لا هذا خطأ لازم تسوي أثر في حياة كل شخص قبل التسير هوكاقا ووقت هذا الكل اعترف فيك تصويت بالإجماع وانتخاب إجماعي راح تكون الهوكاقا عدى الفكرة نرته وضرب بها الساسكي وجاء تجهيل ساسكي وعطاه على قط عبد الملك هذي هنا اللحظة هذي أكدت لي أنها تشكرا إيتاتشي قاعدة تخاطب ساسكي وأن إيتاتشي لما وثق أن ناروتو هو الوحيد اللي قادر أن يرجع ساسكي زرع فيه كل شيء ترابط خيالي في ناس قالوا لأنه مشهد فقط يعني كيف تقول حماسي مشهد رائع ممكن ممكن لكن أنا وجهة نظري له من هم نقطة أن إيتاتشي ترك شيء من شكرته داخل ناروتو اللي تساعده في حالته الحالة الأولى القتال الحالة الثانية الأقناع ودائما النجاح مش بالقتال وليس بالأقناع أول شيء لازم تكون لك يد العليا في محالة الأقناع بعد لما تكون لك اليد العليا بعضهم يأخذها بالحكمة بعضهم يأخذها بالقتال بعضهم يأخذها بالتلاعب والخداع تيجي محالة الأقناع بعدها اليد العليا لازم تأخذها بطريقة جميلة لا أحد يفهم من كلام أني أقول لك خذ اليد العليا وبعدها نقنع زي ما تابعي الغاية لا تبر الوسيلة إلا خذها بطريقة جميلة مؤدبة لبقة ومن ثم ادخل إلى مرحلة الاقناع جمالية خيالية في الحلقة بعدها نجي إلى قوة تدميرية انتهينا من الكلام المنطقي والفلسفة الجميلة اللي طرح حلكاتها في الحلقة هذي ونجي إلى قوة تدميرية النقطة ذي اللي قاعدة تنققققققق قاعدة قول أنا شو القصة شو القصة شو القصة في الاخير في الاخير في الاخير في الاخير جابوا اليدين المقطوع كيف متلاحمة طبعا كوني انا شفت الفيلم و كوني ان انا انحرق علي من المانجا وفي كوس بلاير والله سامحا من قبل يبي يمزح معي فحرق علي اياها ادري ان يد نورتو ساسكي بتنقطع لكن ما كنت ادري كيف ودي اتحمس مع المشهد بعدين ما لكن الكاتب لما جابها بهذه الطريقة كيف يدهم مقطوعه من دمجه كذا مع بعض كيف الالم كيف الالم اللي هم علم الذكريات يعني لاحظ واحد يده مقطوعه تنزف ولو بقدر يتحرك لان اقل الحركة بيموت ومع ذلك قاعدين يتكلمون بمنطق الحوار اساس الاقناع وليس القتال قاعدين يتكلمون بمنطق جميل الحركة والله يا وووو انقصت يد هذا وانقصت يد هذا يا الله يا الله الكاتب المجنون الكاتب المجنون دموية جميلة في الحلقة واشكر الستوديو على الصوتيات الجميلة اشكر الستوديو على الفيديو كليب اللي كان ايام بي في الحلقة لكن ليش باخر الحلقة حولت رسم سي جي لماذا حولت على الكمبيوتر؟ كان كل شيء جميل هيا لكن مع ذلك مشوه من الحلقة الشيء قاعدنا نشوف حلقة من أساطير حلقات ناروتو الحينش بيصير في الحلقة الجاية يفترض من الحلقة الجاية هي الحلقة الأخيرة من ناروتو فاللي حاب يشاركني بتعبيره وانطباعه عن نهاية ناروتو ايميلي هذا اللي تشوفه هنا ارسلي عليه الفيديو ما يتجاوز 10 ثواني 15 ثانية و 20 ثانية بالكثير تقول لي شن شعورك في نهاية ناروتو احوصنا الفيديو كون بالعرض او بالطول زي ما تحب وان شاء الله راح انتقي منها كم فيديو انازل في الحلقة الجاية ايضا الي يبغى يشوف انطباعي على الحلقة الأخيرة الجاية من ناروتو واذا يفترض منها الأخيرة ما متأكد انا والله لحد الحين هذا هو سنابي سويلي عليه فالو تابعني على سناب في يوم الحلقة راح نشوف الحلقة واصور انطباع مباشر وانا اشوف مبس ناروتو حتى الحلقة الحماسية الأخرى راح يكون لها تعليق على سناب وفي النهاية شكرا جزيلا لكل من دعم القناة احسابها في البيبال الايميل اللي فوقها للي حاب يعمل اعلان دعاية او عاية من نوع اخر وتوحيد الهاشتاغ هذا وفي النهاية قلوا معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ارجوكم لا تنسوا الشير للحلقات نشوها قد ما تقدرون اللايك يا شباب اللايك 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 سبسكرايب نشوفكم اشتركوا في القناة